موسيقى انتلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم صباح اليوم في مدينة شارمشي موسيقى قتلان في احتجاجات السودان وسط دعوات اممية للحوار موسيقى البرلمان العراقي يعيد انتخاب الحلبوس رئيسا له واحتدام الخلاف بين الصدر والاطار التنصيقي على الكتلة الكبرى موسيقى اخبار سابعة فترة اخبارية شاملة تاتيكم من شاشة اميل الاخبار نستهلها باخبار منتدى شباب العالم ولكن بعد هذا الفصل موسيقى موسيقى ينطلق صباح اليوم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شارمشي يتناول المنتدى ثلاثة محاول رئيسية هي السلام وتنمية والابداع على قدم وساق تدور جميع التجهيزات داخل مركز مهتمرات شارمشي استعدادا لانطلاق فعاليات المنتدى غدا تنصيق تام لتجهيز القاعة الرئيسية والقاعات الفرعية وكل اللوجستيات المطلوبة موسيقى 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 لأسر الماسك عمل مساحات تببية من جميع المتقدمين وجميع المتقدمين بشكل مستمد طبعا الجزء التنظيمي بيفجأ من اول قدور الناس من اول حسن الاختيار الناس قلق الطلبات التالبات من اول قبول الناس المتقدمين احنا تبدأت التخدم لنا اكثر من 500 ألف متقدم طبعاً الإجابة التنظيمية وضع معايير محددة للإستيار للخاضرين على رأسها طبعاً الخبرة العلمية والعملية تفقد من الموضوعات الأيامة ومنتشتها على جانب آخر بدأت الورشة التحضيرية جلساتها بالإضافة إلى تجهيز مواقع مختلفة لإقامة المعارض والمبادرات الشبابية التي تعكس تطلعات الشباب المصري والعالمي جلسات المؤتمر هتبتدي في الفترة من 10 إلى 13 يناير ويصبقها إعداد كبير جداً جلسات تحضيرية ورش عمل تحضيرية ومنقشة للأفكار والرؤى والأطرحات التي الشباب يطرحوها في موضوعات ورش العمل المختلفة يمكن التنسيقية تشارك بوافد كبير جداً من أعضائها في تنوع وزخم كبير جداً في الأيدولوجيات السياسية وفي عدد كبير من الشباب السياسيين المستقلين الغير منتمين لأحزاب تأوليف وتنوع إعتادة التنسيقية أنها بتدخلها في نسيق المؤتمرات والفاعليات وفي العمل العام كل هذا يتم في وجود إجراءات احترازية غير مسبوقة حفاظاً على صحة المشاركين في المنتدى الذي تحول إلى أيقونة دولية استعدادات كبرى تتم في كل موقع داخل مركز مؤتمرات شرم الشيخ إذن ببدء فاعليات منتدى شباب العالم غداً الذي تحول إلى منصة دولية ينتظرها الجميع لطرح الرؤى والأفكار التي تقود العالم إلى غد أفضل من شرم الشيخ أحمد بكير أنيل عقد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً بعدد من مساعدي والقيادات الأمنية للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي عدتها الوزارة لتأمين فعليات مندادة شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ وقد اطلع وزير الداخلية على الإجراءات التي تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة وجهزية القوات مشدداً على اتخاذ أعلى درجات اليقظة والانضباط والدقة لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفعالية قالت لجنة الأطباء المركزية في السودان إن متظاهرين اثنين قتلاء في الاحتجاجات التي جرت بالقرب من قصر الرئاسة وسط الخرطوم حيث أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسير للدموع لتفرق المحتجين يبدو أن استجابة الشارع السوداني لدعوات التظاهر لم تنتهي فأحدث تلك الاحتجاجات وقفات ومظاهرات جديدة في عدة مدن سودانية أبرزها الخرطوم وأم درمان والخصيدة الأولية قتلان وعدد من الجرحة لجنة الأطباء المركزية أعدنت عن ارتفاع عدد القتلى في هذه الاحتجاجات إلى 63 شخصا منذ اندلاعها بحسب إحصاء النقابة المستقلة عاوزين حكم مدني إضافة للحرية والسلام والعدالة حرية الشعب والأمن والعدالة في الحكم الديمقراطي في المقابل نفت السلطات السودانية استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات واتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في إصابة العشرات من عناصر الأمن الاحتجاجات تطالب بحكم مدني ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين وتأتي على وقع ترحيب عربي ودولي بإعلان الأمم المتحدة إطلاق مشاورات أولية لحل الأزمة في السودان حيث أوضحت المنظمة الدولية أن ممثلها في السودان سيطلق رسميا عملية تفاوضية بين الأطراف السودانية موضحة أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، المجموعات النسائية، ولجان المقاومة لكن بعض القوى السياسية السودانية ترى المبادرات الأممية تدخلا في الشأن السوداني رافعة اللاءات الثلاثة لا شراكة لا شرعية لا اتفاق كما يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم اجتماعا غير رسمي لبحث التطورات في السودان حسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية لكن تلك المصادر قللت من سقف توقعة الجلسة التي ستكون خلف أبواب مغلقة حيث أوضحت أن صدور موقف مشترك من الدول أعضاء المجلس بشأن السودان هو أمر مستبعد إذن يبقى فقط الباب مفتوحا على المبادرة الأممية لحل الأزمة السودانية بينما تتجدد الدعوات في الشارع للخروج ليبقى السودان بين شد وجذب تحسم نهاياته الأيام القادمة وما تحمله من أنباء أعلن رئيس مجلس نواب العرقي محمد الحلبوسي فتح بابا الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 15 يوما انتخب البرلمان العرقي الحلبوسي رئيسا له للمرة الثانية في حين احتدم الخلاف بين الطيار الصدري وقوة الإطار التنصيقي على صاحب الكتلة الكبرى في البرلمان العرقي الذي له حق تسمية رئيس الوزراء بعد فوضى وتدافع وجلسة عاصفة انتخب البرلمان العرقي الجديد محمد الحلبوسي رئيسا له بعد مشدات على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة وأعيد انتخاب الحلبوسي زعيم تحالف تقدم السني رئيسا للبرلمان العرقي بأغلبية 200 صوت من إجمالي 240 نائبا أدلوا بأصواتهم ليحافظ على رئاسته للمجلس للمرة الثانية في حين حاز منافسه محمود المشهداني من كتلة عزم على 14 صوتا واعتبرت 14 ورقة لاغية ليتم بعد ذلك انتخاب نائبين لرئيس المجلس وبعد الانتهاء من انتخاب الحلبوسي ونائبيه من المقرر أن ينتخب البرلمان خلال 30 يوما رئيسا جديدا للجمهورية سيكلف بدوره مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا لرئاسة الحكومة خلال 15 يوما واعتبارا من يوم تكليفه سيكون على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته خلال 30 يوما لكن التوتر بين تكتلات البيت الشعي ينعكس سلبا على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أكثرية مع تمسك منافسيه في الإطار التنسيقي وهي الأحزاب التي رفضت نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل بحكومة توافقية تتمثل فيها جميع القوى الشيعية ويبدو أن الطيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية وكردية للحصول على أغلبية النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان لتسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة أغلبية في مقابل دفع أحزاب الإطار التنسيقي نحو حكومة توافقية تتقاسم فيها المناصب والخصص وقدم الإطار التنسيقي طلبا لرئاسة البرلمان من أجل اعتماد الإطار ككتلة برلمانية في البرلمان بعدد 88 نائبا معتبرا أن هذا الأمر من صلاحيات رئيس البرلمان المنتخب وفي المقابل تقدم الطيار الصدري بطلب رسمي إلى رئاسة البرلمان لاعتماده ككتلة كبرى تكلف بتشكيل الحكومة لافتا إلى أن رئيس البرلمان المنتخب سيشكل لاحقا لجنة لتدقيق الكتل الكبرى وإعلانها رسميا أعلن نواب ليبيون عودة المستشارة قيلة صالح لمنصبه برئاسة البرلمان الليبي في حين تواصل ستيفاني ويليمز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة تواصل لقاءاتها مع الأطراف الفاعلة لحلحلة الأزمة الليبية تواصل ستيفاني ويليمز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لقاءاتها مع الأطراف الفاعلة لحلحلة الأزمة الليبية حيث التقت السفير الجزائري سليمان شنين مؤكدة خلال اللقاء الدور المهم لجيران ليبيا في دعم مصارات الحوار الليبي وخلال جلسة تشاورية عبر الفيديو مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي نقشت ويليمز التحديات التي تواجه العملية الانتخابية وأكدت ضرورة أن يكون الجدول الزمني المنصوص عليه في الملتقى الذي يمتد حتى يونيو من هذا العام أن يكون هو إطار العمل للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا كما رحبت ويليمز بعقد الاجتماع الثاني في مدينة سيرت بين الفريق أول محمد الحداد رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والفريق أول عبد الرازق الناظوري القائم بأعمال القائد العام للجيش الوطني الليبي الذي ناقش القضايا المتعلقة بتوحيد المؤسسة العسكرية وأكدت المستشارة الأممية دعم المنظمة الدولية لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية وأكد أعضاء في البرلمان الليبي أن المستشار عقيل صالح سوف يعود لممارسة مهام منصبه رئيسا لمجلس النواب اعتبارا من الجلسة المقررة في السبع عشر من الشهر الجاري والتي ستناقش ترتيبات خارطة الطريق للمرحلة المقبلة المتعلقة بالوضع السياسي الليبي وذلك بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي من جهته أكد رئيس مجلس النواب المكلف فوز نويري أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا ليبيا خالصا داعيا إلى ضرورة الحوار والسلمية لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة أعلن محافظ شبوى جنوبي اليمن تحريرها من الحوثيين بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بدعم من قوات الجيش اليمني وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية انتزاع مديرية عين من ميليشيا الحوثي لتعلن بذلك استعادة محافظة شبوى بالكامل وأكد محافظ شبوى عوض العولقي أن دعم التحالف كان الركيزة الأساسية في تحرير شبوى الواقعة جنوبي اليمن وأكد أن العمليات العسكرية ضد الحوثيين لن تتوقف وستنتقل إلى مناطق أخرى وأضف العولقي أن الميليشيات حاولت تدمير شبوى لكن قوات ألوية العمالقة تصدت لها وتعمل على تأمين المناطق المحررة وإزالة الألغام مطالبا الحكومة اليمنية بدعم التنمية في المحافظة بعد طرد الميليشيات منها وأكد رئيس أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز أن الجيش ضمر 80% من قدرات الميليشيات الحوثية مشيرا إلى أن القوات أحرزت تقدما كبيرا في الجبهة الجنوبية لمأرب باتجاه الجوبة وملعى والفليحة وقال إن هناك تنصيقا مع التحالف العربي لدعم اليمن لحسم المعركة المقبلة مضيفا أن استراتيجية الجيش ترتكز على التدمير الكلي لقدرات ميليشيات الحوثي قبل حسم المعركة والسيطرة على الأرض وفي إطار العمليات المتواصلة ضد الحوثيين أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال 24 ساعة وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي إن العملية أسفرت عن مقتل 65 إرهابيا وتدمير 11 آلية ومواقع اتصالات وأضاف أن قوات التحالف نفذت أيضا 89 عملية استهداف ضد الميليشيات في شبوة خلال 24 ساعة أسفرت عن مقتل 290 إرهابيا وتدمير 30 آلية ومعسكرات قال وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان إن المباحثات مع القوى الكبرى الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامج تهران النووي تقترب من اتفاق جيد على حد وصفه تتركز الجولة الثامنة الحالية من المفاوضات النووية في فيينا على بحث محتوى مساودة الاتفاق وسياغتها وسط خلافات تؤدي إلى إبطاء سير المفاوضات وبحسب مصادر مقربة من أطراف التفاوض فإن مساودة الاتفاق تحتوي على 12 نقطة خلافية لم تتم تسويتها بعد بين الأطراف المتفاوضة أهم النقاط الخلافية تتمثل في عدد ونوع العقوبات التي من المقرر رفعها وآلية التحقق من رفعها وأسلوب ضمان عدم تكرار الانسحاب من الاتفاق ووضع اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي الإيرانية وتفيد تقارير بأن الجولة الثامنة تتواصل من دون أي سقف زمني محدد ورغم وجود خلافات واسعة إلا أن الأطراف حريصة على أن تستمر هذه المحادثات لكن ثم تحتمال بأن تلقى الأطراف الأوروبية الباقية في الاتفاق النووي إلى تفعيل آلية فض النزاع في حال لم تحقق هذه الجولة النتيجة المرجوة عبر إعادة ملف البرنامج النووي إلى مجلس الأمن الدولي لإعادة فرض العقوبات الدولية ووفقا للبندين السادس وثلاثين والسابع والثلاثين من خطة العمل المشترك الشاملة أو الاتفاق النووي بوسع أي من أطراف الاتفاق رفعوا شكوى إلى اللجنة المشتركة التي ستكون أمامها في هذه الحالة مهلة لمدة خمسة عشر يوما لتسوية القضية قبل نقل النقاط التي لم تتم تسويتها إلى وزراء الخارجية الذين ستكون لديهم أيضا مهلة خمسة عشر يوما ومن ثم ستمهي لللجنة المشتركة خمسة أيام أخرى لتسوية القضية وإن لم يقتنع الطرف الشاكي بعد تلك المدة الزمنية المتمثلة في خمسة وثلاثين يوما فإن بمقدوره رفعوا القضية إلى مجلس الأمن الدولي تحت عنوان التجاوز الملحوظ للاتفاق وعندها سيتعين على هذا المجلس أن يصوت في غدون ثلاثين يوما لصالح قرار بمواصلة تعليق العقوبات فردت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس عقوبة اقتصادية على مالي ردا على مواصفته بالتأجيل غير المقبول للانتخابات التي وعد بها المجلس العسكري في فبراير القادم لإعادة المدنيين إلى السلطة لم يجد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس أبدا من فرد إجراءات وصفت بالقاسية تجاه مالي بسبب عدم احترام السلطات الحالية الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في فبراير المقبل القرار الذي نحن بصدد الاجتماع لمراجعته واتخاذه يجب أن يكون متوافقا مع ما تم التوصل إليه في اجتماع الخامس عشر من سبتمبر عام 2020 والذي كان يؤكد على مثاق الانتقال السياسي ويكرس مسألة الاتفاق على حكم ديمقراطي في مالي أتوقع أننا سنتخذ القرار الملائم الذي يدعم المستقبل في مالي وفي منظماتنا إكواس الجميع في مالي وفي الأقليم ينتظرون نتائج هذا الاجتماع وشملت قرارات مجموعة إكواس إغلاق الحدود مع مالي وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا إضافة إلى استدعاء سفراء الدول الأعضاء لدى مالي وشهدت مالي تحركين للجيش منذ عام 2020 وأزمة أمنية عميقة بينما طلب مجلس الحكم الحالي مهلة تصل إلى خمس سنوات لإجراء انتخابات وتسليم السلطة وهي مهلة اعتبرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غير مقبولة وبمجب عقوبات سابقة تم تعليق عضوية مالي في مجموعة إكواس ويغضع 150 شخصا من أعضاء السلطة الانتقالية وأقاربهم لحظر السفر وتجميد أصول أموال بينما يعاني البلد الأفريقي آثار الفقر خاصة في ظل فترة تفشي وباء كورونا قتل أكثر من 164 شخصا في كازاخستان خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية هذا وتواصل سلطة حملة قمع بلا هوادة أدت لتوقيف نحو 6000 شخص إلى الاستقرار اتجه الوضع في كازاخستان بعد أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق قبل 30 عاما السلطات في كازاخستان أكلت أنها تواصل عمليات ملاحقة الإرهابين الذين تورطوا في أحداث العنف بينما انتشرت قوات تابعة لمنظمة معهلة الأمن الجماعي لحماية المنشآت الحيوية أكملت قوات حفظ السلام الجماعية انتشارها على أراضي جمهورية كازاخستان في الوقت الحالي تقوم وحدات قوات حفظ السلام بمهام حماية المنشآت العسكرية ومنشآت الولايات والمرافق ذات الأهمية الاجتماعية من جنيبه أكد نائب وزير الدفاع في كازاخستان أن حماية قوات السلام للمنشآت الحيوية ساعد في تفريغ قوات الجيش الكازاخي للقضاء على الإرهابيين المنشآت الأكثر أهمية يحميها جنود حفظ السلام وهو ما سمح لنا بتحرير جزء كبير من القوات ووسائل وكالات انفاذ القانون والجيش التي تم نشرها لمحاربة الإرهابيين سوف تستمر عملية مكافحة الإرهاب حتى القضاء بشكل كامل على الإرهابيين واستعادة النظام الدستوري في جمهورية كازاخستان هذا وتوالت ردود الفعل الدولية على تطورات الأحداث في كازاخستان حيث جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى خفض التصعيد وتجنب أعمال العنف وممارسة ضبط النفس في جميع الأوقات كما أكدت فرنسا أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيبحثون هذا الأسبوع التدابير المحتملة رد على ما وصفها بعمليات القمع ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن واشنطن تسعى للحصول على إيضاحات من المسؤولين في كازاخستان عن سبب حاجتهم لاستدعاء قوات أمن بقيادة روسيا للتعامل مع الاضطرابات ودع الحكومة لتجنب استخدام العنف ضد المتظاهرين وسيكون الوضع في كازاخستان هو الموضوع الرئيسي لقمة عبر الفيديو تجمع قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم الاثنين بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كازاخستان قاسم توكييف قال سيرجي رايبكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن المحادثات التمهدية مع ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي مساء أمس في جنيف كانت معقدة لكنها عملية يجري ديبلوماسيون أمريكيون وروس محادثات في جنيف اليوم وسط مخاوف من حجر عسكري روسي قرب حدود أوكرانيا ما بين التفاؤل والتشاؤم بدأت في مدينة جنيف المفاوضات المنتظرة بين الوفد الأمريكي ونظير روسي في أول جولة من المفاوضات الماراثونية بشأن الأزمة الأوكرانية والانتشار العسكري الروسي على حدود أوروبا الشرقية الخارجية الروسية قالت إن الجولة الأولى بدأت على نطاق ضيق وتناولت القضايا الأمنية في حين ستستمر المباحثات على مدار يومين لعملية المفاوضات وتأتي على رأس أجندة المفاوضات الأزمة الأوكرانية واتهام كييف وحلف النيتو لموسكو بالاستعداد لغزو أراضيها مع نشر عشرات الألاف من القوات على حدودها وفي المقابل يطالب الكريملين بمناقشة التوسع المحتمل لعضوية حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا وتعاهد من الحلف بعدم منح عضوية لأوكرانيا إلى جانب مستقبل أنظمة الصواريخ في أوروبا تقول واشنطن خصم روسيا التقليدي والدولة العضو في حلف النيتو تقول إن الجولة الأولى من المفاوضات قد لا تفضي إلى تحقيق تقدم ملموس طالما استمر التصعيد الروسي على الأرض سنستمع لمطالبهم وهم أيضا سيستمعون إلى مطالبنا وسوف ننظر في حال وجدت أرضية مشتركة لتحقيق تقدم ولكن لا يمكن تحقيق التقدم الملموس في ظل التصعيد المستمر عندما توجه روسيا مسدسا في رأس أوكرانيا مع نشر مائة ألف جندي قرب حدودها وإذا كان هناك خفض لتصعيد وتهديئة للتوترات فتلك هي البيئة المناسبة لتحقيق التقدم فعلي ومناقشة المطالب المنطقية لكل الطرفين من جهتها تقول موسكو إنها لن تقدم أي تنازل في المحادثات تحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجات الروسي الذي يرأس الوافد الروسي في جناف إن موسكو لن تقدم أي تنازلات تحت الضغوط أو وسط تهديدات المشاركين الغربيين في المحادثات ومن المقارر أن تجري روسيا خلال جولات التفاوض مباحثات في بروكسل يوم الأربعاء مع حلف شمال الأطلسي وفي فيينا يوم الخميس مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعلنت شرطة بنجلاديش أن ألافا من لجيء الروهينجا أصبحوا بلا مأوى بعد أن ضمر حريق أجزاء من مخيمهم في منطقة حدودية مسلم الروهينجا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وأباتوا يلتحفون السماء في مخيماتهم في بنجلاديش بعد أن أتت النيران على أكواخ الآلاف منهم وأصبحوا بلا مأوى في مخيمهم بمنطقة كاكسبازار الحدودية وبحسب رواية الشرطة أتت النيران على نحو 1200 منزل بعد أن بدأ الحريق في المخيم السادس عشر وانتشر عبر الأكواخ مما تسبب في تشريد أكثر من 5000 شخص وتفتقر مخيمات لاجئ الأقلية المسلمة من الروهينجا والفرين من إبادة جماعية في ميانمار لأبسط مقومات الحياة والسلامة فمع تكرار اندلاع الحرائق لا توجد وسائل الإخماد النيران التي تأتي على كل ممتلكات هؤلاء اللاجئين رغم بسطتها ولأن المصائب لا تأتي فرادة لم تكن هذه الحادثة الأولى ففي مارس من العام الماضي لقي 15 شخصا مصرعهم وشرد حوالي 50 ألفا في بينجلادش بعد أن ضمر حريق هائل منازل للروهينجا في أكبر تجمع للدئين في العالم ويعيش حوالي 850 ألفا من الأقلية المسلمة المضطهضة في مخيمات في بينجلادش بعد أن فر كثير منهم من حملة عسكرية عام 2017 في ميانمار خلص محقق الأمم المتحدة إلى أنها نفذت بنية الإبادة الجماعية ولا تزال الفضائع التي عانت منها أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار على يد العسكر ماثلة في الأذهان منذ تهجيرهم في عام 2017 بسبب المذابح العرقية والدينية التي تعرض لها وأدت إلى تشريدهم في مخيمات نازحين دون جنسية أو رعاية أو أبسط حقوق الإنسان قال مسؤولون في مدينة نيويورك الأمريكية أن 19 شخصا من بينهم تسعة أطفال لقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون عندما شبع حريق نجم عن عطل في جهاز تدفئة إحدى الشقق في مبنى مؤلف من 19 طابقا في حي برونكس بالمدينة قال المسؤولون أن أكثر من 30 شخصا نقلوا إلى المستشفى لإصابات تهدد حياتهم من إجمالي نحو 60 مصابا تواصل فرق الإنقاذ البحث في بحيرة فورناس البرازيلية عن مفقودين 2 بعد سقوط كتلة صخرية على زوارق بالقرب من شلال السبت الماضي مما أصفر عن مقتل ثمانية أشخاص قال مسؤولون أن 32 شخصا على الأقل أصيبوا وخرج معظمهم من المستشفيات مساء السبت ويعتقد أن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا ربما قد تسببت في تفتت وسقوط الكتلة الصخرية سجلت وزارة صحة وسكان المصرية 912 إصابة جديدة بفيروس كرونة و26 حالة وفاة أمس الأحد قالت إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كرونة المستجد حتى أمس بلغ 392.857 حالة و21.964 حالة وفاة قالت الحكومة الفرنسية أنه يتعين على سكان فرنسا إظهار ما يثبت طلقهم لقاحا أو اختبارا سلبيا لفيروس كورونا من أجل دخول المطاعم واستخدام قطارات الأقاليم قد يكون التطعيم رحلة غير مرغوبة للكثير من الأطفال لكن مدينة كولونيا الألمانية لجأت إلى حيلة لتجعل منها رحلة ممتعة على متن طائرة من طراز إيرباس حولتها السلطات إلى مركز تطعيم للأطفال من سن الخامسة وحتى الحادية عشرة فبعد تلقي جرعات اللقاح يسمح للأطفال وآبائهم بالقيام بجولة داخل قمرة قيادة الطائرة والتقاط الصور إنها وسيلة إلهاء رائعة للأطفال لأن الحقن يثير القلق إلى حد ما الأمر مختلف عن مكتب الطبيب ولا يسعني سوى الترحيب بذلك لذا أعتقد أنها فكرة رائعة وفي فرنسا أعلنت الحكومة عن خطة لتعزيز سياسة الاختبارات تشمل نشر المئات من مراكز الفحص قرب مراكز التطعيم وأشارت إلى أن نحو عشرة ملايين شخص يخضعون لاختبارات فيروس كورونا أسبوعيا أما في بريطانيا تواصل الفرق الطبية التابعة للجيش البريطاني تقديم الخدمات للمستشفيات التي تعاني من الضغوط من توالي تسجيل الإصابات بفيروس كورونا ومن المنتظر أن تقدم تعزيزات أخرى مماثلة إلى شمال غرب انكلترا في الأيام المقبلة على جانب آخر تظاهر الآلاف في بروكسل احتجاجا على الشهادة الصحية والقيود المرتبطة بجائحة كورونا ونظم المتظاهرون مسيرة اتجهت صوب الحي الأوروبي وتوالت مؤخرا المظاهرات في العاصمة البلجيكية الرفضة للشهادة الصحية والتي أصبحت إلزامية لدخول المطاعم والمشاركة في الفعاليات الثقافية وشهد بعضها صدمات مع الشرطة وفي الصين التي شهدت منشأ الفيروس عام 2019 أوسط مدينة تيانجن في شمال البلاد سكانها الذين يبلغ عددهم 14 مليون شخص بالبقاء في منازلهم بالتزامن مع إجراء فحوصات لفيروس كورونا بعد تسجيل إصابات بالفيروس الكثير منها بالمتحور أميكرون أخبار سابعة متواصلة معكم وفيها بعد قليل شعب الكامباكوا في باراجواي يحتفل بمهرجان سنوي يحافظ على جذوره الإفريقية وصلنا لمحطاتنا الاقتصادية ونستهلها بأخبار الذهب حيث شهدت أسعاره في مصر استقرارا ملحوظا ليسجل عيار 21 الأكثر رواجا في الأسواق نحو 788 جنيها بينما سجل عيار 18 نحو 675 جنيها وعيار 24 سجل 900 جنيه للجرام الواحد في أسواق السرف استقر سعر شراء الدولار الأمريكي عند 15 جنيها و64 قرشا للشراء و15 جنيها و74 قرشا للبيع أما اليورو فقد سجل 17 جنيها و65 قرشا للشراء و17 جنيها و88 قرشا للبيع وسجل الريال السعودي 4 جنيهات و18 قرشا للشراء و4 جنيهات و19 قرشا للبيع إلى البورصة المصرية والتي سجلت مؤشراتها تراجعا جماعيا لدى إغلاق التعاملات أمس تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة بالبورصة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.4 مليار جنيه انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة اي جي اكس 30 بنسبة 54 من 100% أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المجالات المقترحة للتعاون مع شركة سكاتيك النرويجية للطاقة المتجددة واستعرض المدير العام لشركة سكاتيك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاصيل مقترح لإقامة مصنع لإنتاج الهايدروجين الأقدر والأمونيا الخضراء في مصر أكد مدبولي أهمية المشروع الذي سيحول مصر لواحدة من أكبر الدول المصدرة للأمونيا ومنتجات اليوريا تفقد وزير النقل كامل وزير معدلات تنفيذ مشروع مونرال شرق نيل الذي يمتد من محطة الاستاذ بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلو متر ويجتمل على 22 محطة طلع الوزير على معدل توريد الوحدات المتحركة والعمل على تركيبها تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة لتهريب المخدرات عبر الحدود مع فرنسا لا تترك شبكات تهريب المخدرات أي طريق أو طريقة للقيام بمهامها في نقل المخدرات بين مختلف الدول ومنها تلك الشبكة التي أعلنت عنها السلطات الإسبانية مؤخرا شبكة التهريب العابرة للحدود بين إسبانيا وفرنسا استخدمت طائرات الهيليكوبتر وصيارات الشحن لنقل المخدرات من الحشيش والماريجوانا بين البلدين مجحة الشرطة الإسبانية ومكتب مكافحة المخدرات في فرنسا وجهز الشرطة الأوروبية في تفكيك منظمة إجرامية تخصصت في نقل كميات كبيرة من مخدر الحشيش باستخدام طائرات الهيليكوبتر وتقوم المنظمة بتهريب الماريجوانا ويتم نقل المخدرات إلى فرنسا من خلال شبكة فرنسية باستخدام الصيارات السريعة وصيارات الشحن وتقوم عصابات التهريب بنقل الشحنات من جنوب إسبانيا إلى فرنسا عبر وسطاء بين البلدين وبدأت عملية تتبع أفراد مجموعة عام 2020 وأصفرت العملية عن ضبط طنين وأربعمائة ألف كيلو من الحشيش ومائة واثني عشر كيلو جراما من الماريجوانا إلى جانب ضبط أربع طائرات هيليكوبتر والعديد من السيارات المختلفة بعد أن توقف العام الماضي بسبب جائحة فيروس كرونا عود شعب الكامباكوا في باراغوي لاحتفال بالمهرجان السنوي للرقص يذكره بجذوره الإفريقية مع دقات هذه الطبول احتفل شعب الكامباكوا في باراغوي في عطلة نهاية الأسبوع بالمهرجان السنوي الذي يقام تخليدا لذكر القديس بلثاثار هذه المسيرة السنوية هي تقليد يسمح لأفراد شعب الكامباكوا المتحدرين من أصل إفريقي بالحفاظ على جذورهم الإفريقية من خلال هذه الرقصات ودق الطبول وممارسة التقليد التي ورثوها عن أسنافهم وهو ما تؤكده جوليا شافيز وهي واحدة من أفراد هذا الشعب حيث تقول إنها تشعر بسعادة وفخر كبيرين لاستمرار الاحتفال بهذا المهرجان وألغيت الاحتفالات بهذا المهرجان العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا وكامباكوا نقاطعة تاريخية تم تسليمها للجنرال خوسي جيرفاسيو أرتيخاس بعد أن جرى نفيه من أورغواي عام 1820 حيث منح حق اللجوء إلى بارغواي في ذلك الوقت في ختام أخبار السابعة هذا تذكير بهم ما جاء بها من أخبار انطلاق النسخة الربيع من منتدى شباب العالم صباح اليوم في شرم الشيخ قتلان في احتجاجات الشدان وسط دعوات أممية للحوار البرلمان العراقي يعيد انتخاب الحلبوسي رئيسا له واحتدام الخلاف بين الصدر والإطار التنسيقي على الكتلة الكبرى للمزيد من التفاصيل زروا موقعنا على الانترنت مع الضغط إي جي إلى اللقاء